اشتركوا في القناة كل السادة المرشحين على الجمعية العمومية لابداء اراءهم وافكارهم وبرامجهم وكل ما يرغبون في طرحها على الجمعية العمومية قبل هذا التصويت زي ما قلتلكوا في هذه الانتخابات المهمة التي دائما وابدا ما تكون حدث شعبي مهم بيهم كل الناس النادي الاهل اذا كان بيهم كل السادة الاعضاء داخل اسواره فالمؤكد دي جمعية عمومية الجمعية العامة للنادي الاهلي هي الموجودة في كل بيت وفي كل شارع وفي كل مكان في ارجاء مصر وايضا في الدول العربية والدول المختلفة الاهلي ينتخب قبل ان نبدأ في الغد باذن الله في استضافة السادة المرشحين تباعا كل يقدم برنامجه وافكاره ورؤاه للسادة اعضاء النادي لابد ان نقف على كل الترتيبات الاجرائية كيف ستسير الانتخابات ما هي الخطوات الاجرائية ما هي الضوابط حتى الاحترازية في ظل الظروف الصحية القائمة وكل ما يهم كل اهلاوي معرفته عن انتخابات النادي الاهلي في النواحة التنظيمية والادارية كان من المهم ان يكون ضيفانا اليوم الاستاذ الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي اهلا بك دكتور اهلا بك يا سبراهيم واهلا بك وشكرا جزينا على الدعوة الكريمة في الحقيقة ان احنا نطل على اعضاء الجامعية العمومية الموقرين المستهدفين الرئيسين من هذه الانتخابات الحالية يعني ان شاء الله وايضا الجامعية العامة ازام حضرتك بتحبت دايما تقول جماهير النادي الاهلي الكبيرة اللي بتتابع قناة النادي الاهلي اهلا بك يا دكتور وسعداء بتلبية حضرتك دعوتنا لان الحياة دعوة مهمة جدا خليني في البداية لان مجلس ادارة النادي والادارة التنفيذية للنادي مع ادارة القناة كنت حرصين على هذه الفكرة اتاحت الفرصة لكل السادة المرشحين فقل لي الاول الاهلي ينتخب الفرصة جات لك ازاي وضوابطها ماشي ازاي يعني في الحقيقة فيه خليني برضو ارجع لحاجة مهمة في صوابة النادي الاهلي مكتوبة على البوابات الرئيسية للنادي الاهلي اللي حصل لها تطوير في الفترة الماضية في الحقيقة تاريخ مبادئ تطوير دائما الادارة التنفيذية في النادي الاهلي تاريخها كله على مدار تاريخها السابق كان مجلس الادارة حريص دائما ان تكون هناك ثوابت للنادي الاهلي هذه الثوابت ثوابت تاريخية في الحقيقة بيتورسها جيل بعد جيل وقيادات النادي الاهلي ممثلة في رؤساء مجالس الادارات سواء كان الفريق مرتاجي سواء كان الكابتن حسن حمدي سواء الراحل العظيم الكابتن صالح سليم ايضا حرص عليها ايضا رئيس مجلس الادارة الحالي الكابتن محمود الخطيب لمرشحين لمنصب في مجلس الإدارة وهم أبناء النادي الأهلي وهم أعضاء في الجمعية العمومية وبالتالي لابد أن تكون هناك فرص متساوية لكل السادة المرشحين وبالتالي أحد الأدوات المهمة اللي بيمتلكها النادي الأهلي المنصات الإعلامية الموقرة اللي هي في الحقيقة كل جمهور النادي الأهلي بيتابع أخبار النادي الأهلي من خلالها وافتأتي في صدر طبعا المنصات الإعلامية قناة النادي الأهلي المملوكة للنادي الاهلي واللي احنا بنشرف ان احنا بندرها وبنستثمرها مع احد الشركات الوطنية وهي شركة بريزنتيشن لايف وايضا هي قناة مملوكة لشركة الاهلي للانتاج الاعلام فدايما ده سوابة التاريخية بتاعت النادي الاهلي انه بيحترم الهياكل التنظيمية اللي موجودة فيه اش سواء كان في شراكة استراتيجية او مملوكة للنادي فكان فيه تكليف من الكابتن محمود للسيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الاهلي للانتاج الاعلامي بالتنسيق مع رئيس مجلس ادارة شركة استادات الاستاذ مهندس سيفي الوزير وايضا الزميل الفاضل العميد محمد مرجان والزملاء الافاضل الكابتن اسلام الشاطر والاستاذ اهاب الخطيب ايضا حضروا هذا الاجتماع من قبل شركة استادات وايضا ممثلين عن الادارة التنفيذية المدير التنفيذي وايضا الاستاذ جمال جبر مدير ادارة الاعلام باعتباره المنصق ما بين النادي وما بين قناة النادي الاهلي ثم ايضا المدير التنفيذي لشركة الاهلي للانتاج الاعلامي الاستاذ محمد يوسف وفي الحقيقة الاجتماع تبدأ واحنا حطينا فلسفة واحدة واضحة جدا في البداية ان احنا يجب ان نكون على مسافات متساوية من كل السادة مرشحين هم في النهاية ابناء النادي الاهلي هم في النهاية اعضاء النادي الاهلي وبالتالي يجب ان تكون لهم فرص متسودة كم فلسفة الاجتماع اللي احنا بدأناه. وبالتالي حسبنا الفترة الزمنية المتاحة للسادة المرشحين للإطلال على الجمعية العمومية من خلال قناة النادي الآلي. فحطينا مجموعة من الضوابط. يجب أن يكون لكل مرشح فرصة متساوية. يجب أن يكون هناك ظهور من خلال قناة النادي الآلي في وقت محدد لكل عضو. هذا الوقت أيضا متساوي لا يتم منح المرشح على منصب الرئاسة. فرصة أكبر من المرشح على منصب العضوية. ولا يجب أن يكون الوقت متاح أيضا للمرشح على منصب العضوية فوق السن أكبر من المرشح فحطينا ترتيبات محددة. وكانت هذه التجربة أيضا تم ترجمتها في قناة أول حلقة ظهرت مبارح. وكانت زمن محدد من برضو حطناها في مواعيد سبتا لكل السادة المرشحين حتى نضمن أن نكون توقيت الحلقات مزعف في توقيت محدد. يستطيع جميع أعضاء الجمعية العمومية أن يترقبوا هذه الحلقة ويتواصلوا مع السادة المرشحين وأن يكون هناك عرض لأفكارهم ورؤاهم من خلال قناة النادي الأهل. الحاجة الثانية حطينا أن نحن في نفس التوقيت يجب أن يكون هناك علم لكل السادة المرشحين بموعد الظهور. وأجب أن تختار كل مرشح الموعيد التي تتوافق مع برنامجه ومع توقيتاته ومع حملته الدعائية. فبعتنا لهم في توقيت واحد لكل السادة المرشحين كل السادة المرشحين أصبح لدي محرية الاختيار. توقيت الظهور بالتنسيق من خلال القناة. وأيضا بالتنسيق مع إدارة الإعلام في النادي الأهلي. ممثلة في الزميل الفاضل الأستاذ جمال الجبر. أيضا وضعنا مجموعة أخرى من المعايير. يجب أن تكون هناك محددات واحدة للأسئلة التي تطرح على السادة المرشحين. ويمكن أيضا من هو الذي يستطيع أن يقدم هذا البرنامج بحيادها كاملة مش عشان حضرتك موجود. إحنا يعني حطينا مجموعة من الأسماء ومجموعة من الاختيارات. يجب أن تكون هناك أيضا أسئلة واحدة. وأيضا أسئلة تتناسب مع طبيعة المناصب رئيئا مرشح لرئيس مجلس الإدارة. يمتلك الرؤية الكاملة لمجلس الإدارة القادم. أيضا مرشح على مناصب أخرى. يجب أن تتناسب الأسئلة مع طبيعة المناصب المرشح. لقش المرشحين من الشباب أيضا رؤيتهم لمستقبل النادي الأهلي. وكيف يمكن أن يساهموا في هذه الرؤية المستقبلية. باعتبار أن النادي الأهلي الفلسفة الأساسية للنظام الأساسي. عندما حدد المناصب أو المعدد المرشحين في كل منصب وفي كل مرحلة سنية. كان الهدف الأساسي هو استدامة واستمرارية أجيال النادي الأهلي. وده مبدأ تاريخي عند النادي الأهلي دائما. فكلمة تاريخ. المبادئ أن المبادئ أن جميع أسرة النادي الأهلي هي أسرة واحدة. ويجب أن تمتصل لقيم النادي الأهلي. وده جزء من المبادئ التاريخية التي هي الكلمة الثانية. أيضا أننا كمان في انتخابات أيضا تتفق وعملية التطوير اللي كدهى النادي الأهلي خلال المرحلة اللي فاتت. وبالتالي نحن يجب أن تكون لدينا رؤية تطويرية من خلال كيفية استثمار المنصات الإعلامية القوية التي يمتلكها النادي الأهلي في تطوير التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية. الذي سوف يكون لها حق التصويت على الانتخابات. وأيضا على الجمعية العامة. زي ما حضرتك بتحب تذكر دائما جماهير النادي الأهلي العريضة. وده دائما مسئولية أيضا تاريخية للنادي الأهلي ومنصاته الإعلامية تجاه جماهيره. دائما ما يحدث في الداخل يجب أن ينتقل بكل شفافية وبكل نزاهة إلى جماهير النادي الأهلي العريضة. ليس فقط داخل مصر. ولكن الموجودة في الدول العربية وفي القارة الأفريقية. وفي كل أرجاء أستخر به مدولة مصدر دعم وقوة النادي الأهلي دائما. إذن هي فكرة تطوير أفكار بجانب تطوير المقرات برضو. تطوير المباني وتطوير الأفكار والرؤى لمستقبل النادي الأهلي. يمكن حضرتك ذكرت حاجة مهمة جدا. أننا النهاردة تطوير المقرات. عندنا النهاردة مقرات موجودة. فيه شاشات النهاردة كبيرة موجودة في مقرات النادي الأهلي. عندنا النهاردة كان عندنا مقر الجزيرة المقر التاريخي للجمعية العمومية ونحن بنتكلم عن انعقاد الجمعية العمومية 26 سيظل مقر الجزيرة هو المقر التاريخي وده جزء من تاريخنا العريق اللي احنا بنفتخر به مقر الجزيرة دايما هو التي يستقبل الأسرة الكبيرة لكن احنا برضو أثناء هذه المرحلة عايزين نغازي كل الأعضاء الجمعية العمومية في المقرات المختلفة من خلال شاشات العرض اللي موجودة أيضا فبالتالي كنا حرسين ان ده يبقى موجود وحرسين ان يبقى موجود بصورة فيها قدر كبير من العدالة فيها قدر كبير من النزاهة فيها قدر كبير من الشفافية اللي بتتفق أيضا وقيم الرياضة نفسها طبعا وقيم الرياضة دكتور يعني المشاهد الأهلاوي ومشجع النادي الأهلي يهموا ان يتطمن دي فترة انتخابات صحيح ان اعضاء النادي اعضاء الجمعية داخل جدران المقرات المختلفة مشغولين بأعمال الدعاية بلقاء السادة المرشحين بمناقشة الأفكار المطروحة لكن عجلة العمل في النادي الأهلي هل يمكن ان تتأثر في هذه الفترة بالأجواء الانتخابية خليني اقول لحضرتك ان احنا دايما في النادي الأهلي بنبقى حرسين على ان يبقى فيه توازن كبير مهم موجود في النادي الأهلي فعلى الرغم من اهمية الانتخابات لان الانتخابات هي التي تصنع مستقبل الاربع سنوات القادمة وده شيء مهم يمكن النادي الأهلي خلينا نقول ان احد مصادر قوته كانت دائما من جمعية العمومية عندما تكون هناك جمعية عمومية قوية فانها تدعم قوة القرار قوة القرار وده ما يعرف تاريخيا عن النادي الأهلي ان النادي الأهلي يمتلك قوة القرار فصناعة قوة القرار بتنشأ من جمعية عمومية قوية ولذلك النادي الأهلي يواجه الاربع سنوات الماضية تحديات ضخمة وكبيرة لم يستطع اي نادي اخر ان يواجهها لو لا قوة صناعة القرار في النادي الأهلي اللي جاية من خلفية من الجامعية العمومية عندما نزلت الجامعية العمومية بما يزيد عن 36 ألف صوت داخل هذه الجامعية ده كان انعكاس لمستقبل صناعة قوة القرار وبالتالي التحضيرات للجامعية العمومية الحالية على قدر كبير جدا من الأهمية لكن احنا دايما متعودين في النادي الأهلي ان احنا بنقدر بننجح بكل المستويات اللي في الهيكل التنظيمي سواء كان من مجلس الإدارة سواء كان من الجهاز التنفيذي سواء كان من جهاز الكورة سواء كان من جهاز النشاط الرياضي سواء كانت من اللجان اللي موجودة اللي بيصدر بها قرار عن مجلس الإدارة بنبقى حرصين جدا جدا على أن الأعمال اليومية تسير على قدم وصامب بنفس قوة الاهتمام اللي بتسير فيه في الأيام الطبيعية فانا هدير حضرتك مثال بالأمث القريب مبارح بس يمكن كان عندنا الكابتن محمود كان موجود في النادي كان موجود في زيارة أيضا ومتابعة لفريق مباراة الودية لقرة القدم وكان حريص على تقديم الدعم والمساندة لفريق قرة القدم استعدادا للمباراة المهمة في الدور المصري في مواجهة فريق نادي الزمالك نتمنى التوفيق لفريقنا إن شاء الله في الحصول على نقاط المباراة التلاتة وهي نقاط للمباراة التلاتة كان أيضا حريص على الاستجابة لطلبات الاتحادات المصرية الوطنية القوائم المرشحة على انتخابات في هذه الاتحادات الوطنية الرئيسية مثل اتحاد التنس الأرضي اتحاد كرة الطيرة اتحاد ألعاب القوة وهي اتحادات لها سقالها كألعاب أولمبية أيضا كان حريص على الاستجابة لاستقبال هذه الطلبات من الجبهات أو من القوائم المرشحة وأيضا كما نطبق المبادئ داخل النادي الأهلي نطبقها خارج النادي الأهلي فنستجيب لكل الطلبات لكل القوائم المرشحة ونستمع إلى رؤيته وده كان جزء من النشاطات اليومية النهاردة الصبح كان في الصباح الباكر معي اجتماع مع الزميل الفاضل أمير توفيق مدير التعقدات والتسويق وأيضا ممثل الشركة الرعية للتجهيز للمعسكر الفريق الأول أثناء فترات التوقف في بطولة الدوري والمباريات المنتخب الوطني المصري كنا حارسين النهاردة بنشوف الاستعدادات والترتيب مبكرا للمعسكر الفريق أيضا على الجانب الآخر كان عندنا اجتماع آخر مع كل الأجهزة التنفيذية حتى حضر الكابتن محمود في الحقيقة هذا الاجتماع مع كل الإدارات المركزية الموجودة في النادي ومتابعة التجهيزات اللي بتتم سواء للأنشطة اليومية أو بتتم للتحضيرات للجمعية العمومية وحضر شخصيا فيه وحضر كل الأجهزة التنفيذية اللي موجودة في الإدارات الرئيسية ده بيعكس لحضرتك حجم التوازن اللي موجود ما بين التركيز والاستعداد بصورة طليق بالجمعية العمومية الموقرة للنادي الأهلي ومن المشتغل فيها على خدم وصاق وأيضا متابعة الأعمال اليومية وتجهيزاتها يمكن كان بالأمس القريب عندنا اجتماع مع شركة الخدمات الرياضية وكنا بصدد إنهاء الخطوات الأخيرة في توقيع تعاقد مع أحد الدول العربية لتطبيق سوف نعلن عنه في وقت المناسب ده مع الشركة أيضا كان لدينا اجتماع آخر مع شركة كرة القدم لتوقيع عقدين مع أكاديميات كرة القدم بالتنصيق مع كابتن محمود وياسين بي منصور رئيس مجلس إدارة الشركة والزميل الفاضل الأستاذ عمر شاهين وأيضا هذه العقود سوف يتم إنجازها خلال يومين في دولتين عربيتين سوف نعلن عنهم في القريب العاجل أنا بكلم حضرتك على الشركات من خلال أسبوع كان هناك اجتماع مجلس إدارة الأهلي للمنشآت الرياضية لدراسة ما يتعلق بشأن الأستاذ الجديد للنادي الأهلي ودراسة العروض المقدمة من شركات عالمية لما يتعلق بالحصول على حقوق التسمية ده الحياة اليومية بتاعتنا الشركات شغالة لجاني النادي الأهلي شغالة الجهاز التنفيذي شغال قرة القدم التي لها نصيب الأكبر في الاهتمام الجماهيري بتعمل على قدم وصاق النشاط الرياضي أيضا وهو الجانب الآخر للشؤون الرياضية شغال على قدم وصاق مسئولية النادي الأهلي التاريخية تجاه الرياضة المصرية كمصدر رئيسي للمنتخبات القومية لم تشغل انتخاباته عن أداء رسالته الوطنية تجاه اللجنة الأولمبية واتحدتها فكان هناك استجابة من رئيس مجلس إدارة النادي لكل القوائم التي طلبت مقابلة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اللي تعرض رؤيتها التطورية لتلك الرياضات كنا حرصين أن نقوم بهذا الدور الوطني ودي مسئوليتنا التاريخية يمكن إحنا أكبر مؤسسة رياضية بتمد المنتخبات الوطنية بكل تجهزاتها أيضا في متابعة دقيقة من الإدارة المالية أيضا ومتابعة الشأن المالي وتدفقات النقدية التي تبقى موجودة في النادي أيضا عشان نقدر عملية التمويل تبقى عملية مستمرة لا النادي الأهلي مؤسسة عريقة تستطيع أن تواجه كل التحديات الموجودة سواء كانت الاستعداد للجمعية العمومية بطريقة أيضا لقت إعجاب وتقدير يمكن إحنا بنتعاون مع الجهة الإدارية المركزية وأيضا نتعاون مع اللجنة الأولمبية ونتعاون مع أطراف أخرى قضائية للإشراف على نالة كل تقدير منهم عندما يأتي اسم النادي الأهلي تشعر بالطمأنينة والثقة في سلامة الإجراءات عندما تتحدث مع الاتحادات الرياضية أيضا تشعر بأن هناك فيه ثقة ومصدقية في أن النادي الأهلي لديه القدرة كما لديه القدرة على إنجاز البطولات في أرض الملعب على داي قدرة أيضا على إنجاز الأعمال الموكل بها الجهاز التنفيذي خارج أرض الملعب بنفس الكفاءة ولا يرتدي إلا بالمركز الأول لجمعياته العمومية الموقرة في الانتخابات القادمة إن شاء الله ده للتأكيد على أن البطولات يعني بتبدأ صناعتها من المكاتب قبل الملعب يعني سلامة القرار معيار الاختيار دقة المتابعة كلها أمور إدارية بتصب أو بتنعكس بشكل مباشر على الألعاب الرياضية ومن ثم أعتقد جمهور الأهلي كله بيطمئن للي بقول الدكتور سعد شنبي إنه مهما كانت الأيام الحالية فيها انتخابات وكل سادة المرشحين أو حتى مجلس الإدارة مكتملا مهما كانت انشغالاته بالانتخابات وبأعمال الدعاية وبالتواصل على السادة العضاء الجمعية العمومية ده أبدا لا يشغلهم عن أداء المهام الموكلة إليهم أيضا من قبل الجمعية العمومية لأداء كل هذه التحديات أو مواجهة كل هذه التحديات الرياضية الكبيرة حتى آخر يوم في مدة عمل مجلس الإدارة لإعادة انتخاب مجلس جديد لكن دكتور سعد خلينا أقولك بداية دي أول انتخابات تجرى في النادي على لقاحة النظام الأساسي الجديد وحدك أشرت إلى الانتخابات أو الجمعية الكبيرة للنادي الأهلي بحضور أكتر من 36 ألف عضو 2017 وده كان رسالة صريحة وواضحة إلى مش بس قوة صناعة القرار إلى اطلاع الجمعية بدورها الكبير يعني زي ما حضرتك ذكرت كده أستاذ إبراهيم اطلاع الجمعية العمومية للنادي الأهلي بدورها الكبير والتاريخي اللي بيتوافق دائما مع التاريخ العريق للنادي الأهلي خلينا أقول لحضرتك أن الجمعية العمومية دائما هي صاحبة الموقف الأقوى والأعلى في النادي الأهلي عندما فكر النادي الأهلي وده كانت أحد الأهداف الرئيسية أو الأهداف الاستراتيجية لمجلس الإدارة الحالي فأن يكون هناك نظاما أساسيا للنادي الأهلي يتناسب مع تاريخ النادي الأهلي في وضع دستير التي تدير حركة الرياضة النادي الأهلي هو أول نادي كان لديه نظام أساسي ويمكن هنا خليني أن تهز هذه الفرصة وأشكر قناة النادي الأهلي في أنها تقدم برنامج قرارات مجلس الإدارة الزميل الفاضل الأستاذ سامح السريتي التي يعكس التاريخ الحقيقي للنادي الأهلي حتى نستطيع أن نؤمن تاريخا بعيدا عن التزييف وبعيدا عن المهاطرات وبعيدا عن الأراء الشخصية تقدم قناة النادي الأهلي توصيق تاريخ الجمعية العمومية عبر محاضر مجلس الإدارة وكيف نشأ النادي الأهلي بتوصيق هذه المحاضر بشكل رسم هنا كان دور الجمعية العمومية وكان هناك رهان كبير جدا 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 من رئيس مجلس الإدارة كابتن محمود على أن الجمعية العمومية سوف تنزل وبقوة لكي تضع نظاما ودستورا للنادي الأهلي يليق وتاريخ النادي الأهلي قائدا في هذه المنطقة وقائدا أيضا في تأسيس اللوائح الرياضية عندما يذكر الجميع النادي الأهلي يذكر الجميع نظم ولوائح النادي الأهلي عندما تذكر فريق كرة القدم تتذكر الكابتن حسن حمدي أول من وضع لائحة كمدير للكرة عندما تتذكر راحلنا العظيم الكابتن صالح سليم هو الذي كان يفكر في هذا الأساس بالتنصيق مع الكابتن حسن حمدي والكابتن حسن حمدي مش على نفس النهج عندما تتذكر أسيات الفريق مرتاجي وما قبل الفريق مرتاجي أيضا تعرف أن هناك نظام أساسي وضع سنة 45 في النادي الأهلي المجلد الأحمر اللي خدناه من المستشار الجديل محمود بيه فهمي يمكن أنا شرفت في الحقيقة أن أنا اشتغلت في لجان النظام الأساسي مع معالي المستشار محمود فهمي واللجنة الموقرة وبالتالي الجمعية العمومية هي اللي رهنت ونزلت بأكتر من 16 ألف صوت لتزوت للنظام الأساسي هذا النظام الأساسي في الحقيقة كان قايم على فلسفة جوهرية تتفق والمصاق الأولمبي الدولي في الحقيقة وكانت هذه الفلسفة تقوم على أن الجمعية العمومية هي السلطة الأعلى في كل المؤسسات الرياضية ويجب أن يكون ديناميكية القرار وصناعته في المؤسسات الرياضية العريقة للأغلبية المطلقة وليس للأشخاص وإحنا كنا في الحقيقة حارسين على هذا النهج في النظام الأساسي النظام الأساسي في الحياة بتاع النادي الأهلي كان عنده تحدي كبير التحدي كبير أنه هو يقدر يلتزم وفقا لنص الدستور المصري اللي قال يجب أن تكون النظم واللواح القوانين التي تدير الحركة الرياضية الوطنية متفقة مع المعايير الدولية والنصاق الأوليلي وأيضا تتفق مع صحيح القوانين الوطنية باعتبار النادي الأهلي واحد من المؤسسات الوطنية العريقة وأيضا تتفق مع قانون الرياضة الجديد وتستثمر ما فيه من فرص للوصول للمستقبل حتى يكون النادي الأهلي مستعدا للدخول إلى عالم المستقبل في الرياضة اللي عمال يتطور بسرعة كبيرة جدا وأيضا يظل النادي الأهلي قائدا للقارة الأفريقية قائدا للقارة الأفريقية في الحقيقة ده كانت فلسفة النظام الأساسي بتاع النادي الأهلي اللي هننتخب عليه المرات ويمكن في بعض الاختلافات الجوهرية للنظام الأساسي للنادي الأهلي في الحقيقة كان أول اختلاف جوهري في النظام الأنوخ غير تشكيل هيكلة مجلس الإدارة يعني مجلس الإدارة الحالي فيه 3 تحت السن النظام الأساسي اللي احنا هنتم الانتخاب عليه بيؤكد 2 فقط تحت السن عموما هي اختلافات كتيرة في لايحة النظام الأساسي الجديد لكن أيضا هناك إجراءات كثيرة مهمة جدا في إجراء العملية الانتخابية هنقشها مع الدكتور سعد شلبي بعد الفصل أهلا بحضراتكم الجديد والأهلي ينتخب عندما ينتخب الأهلي فلابد من توضيح كل الإجراءات لهذا الانتخاب المهم جدا ولهذا الانعقاد للجمعية العمومية ومعنا الدكتور سعد شلبي كنا نتحدث قبل الفصل عن لائحة النظام الأساسي للنادي اللي الجمعية العمومية صوتت عليها بحضور كثيف زاد عن 16 ألف عضو وقتها وضعت كثير من البنوت حتى في تشكيل مجلس الإدارة وحدك أشرت قبل الفصل إلا أن هناك اختلافات كبيرة بين التشكيل حتى في تشكيل المجلس يعني زي ما حضرتك ذكرت كده يمكن لو تتذكر حضرتك اللايحة اللي تم إجراء الانتخابات عليها كانت بتسمح بثلاث مرشحين من المرحلة السنية 35 سنة ده على الأقل يعني كان ممكن يبقى أربعة احنا هنا الدورة دي حاليا هننتخب اتنين فقط من مرشحين تحت سن 35 سنة ده كان واحد أيضا من التغيير الجوهري اللي حصل في شكل وتركيبة ديناميكية المجلس وده في الحقيقة برضو كان تغيير له فلسفته السبع أعضاء اللي موجودين هم أيضا كلهم في مراحل سنية مختلفة وبالتالي أنت هنا بتقدر تصنع جيل عنده قدرة على الاستدامة استدامة صناعة القرار في النادي الأهلي ده عهد النادي الأهلي وتاريخه بيتأسس على كده كان فيه جزء طبعا مهم جدا يتعلق أيضا بالجمعية العمومية والجمعية العمومية هي السلطة الأعلى في أي مؤسسة رياضية وفقا للمساق الأولمبي النادي الأهلي أيضا كان حريص في نظامه الأساسي على أن ده يبقى موجود أيضا السلطات حتى لما أخذ قرار بتأسيس أن سمح النظام الأساسي للنادي الأهلي باستثمار ما ورد في قانون الرياضة والسماح للأندية الرياضية بتأسيس شركات مساهمة وحدد نوع الشركات بأنها تكون شركات مساهمة رجع النادي الأهلي في نظامه الأساسي هذا الحق لموافقة الجمعية العمومية كان حريص على أن ده ما يبقى سلطة مجلس الإدارة فقط لكن رجعه تاني ولذلك النادي الأهلي عندما استطاع أن يستهز هذه الفرصة ويستثمرها بشكل قوي في نظامه الأساسي كمان حافظ على أن تكون ملكية الأصول النسبة الحاكمة فيها أيضا 51% فده واحد من مميزات النظام الأساسي اللي يتم عليه الانتخابات ده مش بس كده ده هو النادي الأهلي كمان فعل هذا النظام على أرض الواقع بممارسة عملية ليكون الأهلي دائما في المقدمة يعني معظم النظم الأساسية للأندية الموقرة اللي عملت هذا الشأن لحد الوقت لسه ما حطتش ده ما حيز التنفيذ لكن النادي الأهلي دايما بيبقى دايما في الرياضة عندما يقول ويختار وينتخب وتقر الجمعية العمومية شيء سوف تجد مجلس الإدارة يبادر بسرعة التنفيذ فكان هناك سلاسة شركات بالإضافة وحتى كده النادي الأهلي لو نتذكر أن القناة اللي احنا بنفتخر أن احنا موجودين بها هي تابعة لشركة النادي الأهلي للإنتاج الإعلامي وكان النادي الأهلي سابقا دائما لكل الأفكار وكل التموحات ويمكن النادي الأهلي سيظل هو الرائد الوطني في دعم النظم الأساسية للأندية الرياضية واستقلالية هذا النظام الأساسي يمكن لو حضرتك تتذكر في 2008 مع الجهة الإدارية النادي الأهلي كان واضع تصور عرضوا على الدولة المصرية والحكومة الوطنية وكان مبادرا أيضا في وضع تصور لتطوير قانون الرياضة كان هناك مساهمة فاعلة من النادي الأهلي أيضا في وضع المواد التي وضعت في الدستور المصري الجديد وفي الحقيقة ممثلين عن النادي الأهلي ثم وضع النظام الأساسي ليكون نموذجا أيضا فريدا في مجال الاستثمار في مجال حقوق الجمعية العمومية في مجال العضوية وكيفية فصل العضوية وأيضا التعامل مع الفروع الكبيرة الجديدة أيضا ده كان موجود بشكل نموذجي وفريد ولذلك كانت الجمعية العمومية زي ما بدأت الكلمة قوة الثقة عندها قوة من الثقة تمنحها لمجلس الإدارة فيكون لديه قوة القرار وبالتالي عندما يكون لديك قوة القرار فأنت تستطيع أن تفعل المستحيل الحاجات كل دي مع بعضها بتأدي إلى تفرد النظام الأساسي في الحقيقة للنادي الأهلي والنهاردة إن شاء الله إحنا الانتخابات القادمة سوف تكون على النظام الأساسي الجديد للنادي الأهلي وفي الحقيقة ده كمان مخلينا أكثر ديناميكية أكثر ديناميكية في اتخاذ الإجراءات والاستعداد للجمعية العمومية الموقرة القادمة ولكن على الرغم من استقلالية النادي الأهلي في نظامه الأساسي إلى النادي الأهلي حريص على التعاون الكبير والاحترام والتقدير لكل المؤسسات الوطنية الرقابية على أعمال الأندية لديه تعاون كامل مع اللجنة الأولمبية الوطنية التي يمنحها القانون بالإشراف على الأندية الرياضية وعملنا حاجة فريدة جدا جدا في الحقيقة النادي الأهلي دايما بيعزز منظومة القيم الرياضية الوطنية على سبيل المثال اللجنة الأولمبية المصرية الموقرة بعتت لنا خطاب بيشير إلى أن اللجنة الأولمبية فوضت الجهة الإدارية في مهمها الإشرافية على انتخابات الأندية الرياضية على الرغم من ذلك في الحقيقة النادي الأهلي كان حريص أيضا أنه يحيط اللجنة الأولمبية علما بكافة الإجراءات اللي يتم اتخاذها بل بالعكس طلب أيضا مساهمة اللجنة الأولمبية أن ترسل لنا سلاسة أعضاء موقرين من هيئتها القضائية الموجودة لمتابعة أعمال الانتخابات حتى نضمن أيضا الدور الرياضي للمؤسسات الوطنية المصرية بالنصق بشكل كامل مع الجهة الإدارية في الحقيقة وإحنا سعداء بهذا التنصيق ده النادي الأهلي ودى نظامه الأساسي اللي بيتناغم مع كل القوانين العالمية سواء المساق الأولمبي أو القوانين المنظمة للتعادات الدولية أيضا يتناغم بتوقير واحترام للقانون الوطني أيضا يحترم ويقدر المؤسسات الوطنية التي تشرف على الأندية المصرية وفي مقدمتها النادي الأهلي طبعا دكتور حضاك أشرت إلى قوة السقة وقوة السقة لعلها نابعة من سقة القوة لأن الاتنين كلاهما نابع من وعي تاريخي للجمعية العمومية لنادي الأهلي كيف بدأت إجراءات دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في هذه الدورة الجديدة يعني في الحقيقة برضو يعني حضرتك ذكرت كلمة أعتقد أن دي واحدة من التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية ويمكن فقامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما أحد التحديات اللي دايما بيتحدث عنها هي قضية الوعي وأهم ما يمتلك المجتمع عندما تمتلك وعي مجتمعي قوي سوف تمتلك مؤسسات وطنية قوية ويمكن هذا يميز النادي الأهلي في الحقيقة وبنفتخر به في النادي الأهلي أيضا هو وعي الجمعية العمومية وحرصها الشديد على حماية مؤسستها اللي هي النادي الأهلي في الحقيقة وبالتالي إحنا حرصين في النادي الأهلي على هذه المبادئ وبالرصخها لم يبدأ الحديث في النادي الأهلي إلا يوم عن الانتخابات إلا يوم تسعة لأن ده أحد ثوابته مبادئ النادي الأهلي أنه لا يتم الحديث عن الانتخابات إلا في التوقيتات التي يحددها النظام الأساسي فالنظام الأساسي في الحقيقة بيقولنا أنه يتم الدعوة في خلال من 30 إلى 45 يوم قبل انتهاء مدة المجلس الحالي الدعوة للجمعية العمومية يوم 19 أول مرة يتم فتح موضوع الانتخابات والدعوة للجمعية العمومية كان هذا الإعلان اللي على الشاشة اللي هو قرار مجلس الإدارة يوم 19 في السبع مساء دعا مجلس الإدارة لانعقاد الجمعية على الرغم أن قبلها بفترات كبيرة كان هناك تسريبات وتخمينات من بعض السادة الزمل الموقرين أن الأهلي هيعمل كذا الأهلي هيناقش المجلس اللي جاي ويتم المجلس وينعقد المجلس ولا يصدر المجلس أي قرار فكانت أول مرة في الحقيقة كان حريص مجلس الإدارة بالكامل برئاسة الكابتن محمود أن الانتخابات سوف يتم الالتزام بيها وفقا لقواعد النظام الأساسي ولا يتم الحديث عن الانتخابات إلا في الموعد اللي بيشير إليه النظام الأساسي فكان يوم 19 أصدر مجلس الإدارة الدعوة الجمعية عمومة 25 و 26 وبالتالي تم اتخاذ كافة الإجراءات بنشر تلك الدعوة يوم 15 عشر نشرناها في الجرادة الرسمية في جريدة الأهرام وهي واحدة من كبريات المؤسسات الوطنية وأيضا جريدة الأخبار وده برضو عشان نعدد والموقع الإلكتروني للنادي الأهلي نشرنا هذه الدعوة أيضا النظام الأساسي بيشير إلى أن منذ الإعلان عن الدعوة سوف يتم في اليوم التالي للدعوة فتح باب الترشح وأن يكون هذا الموعد مفتوح لمدة سبعة أيام سبع أيام بيبدأ العمل فيها من الساعة حتى الساعة صباحا حتى الساعة خمسة مساء استثناءا لليوم الأخير في موعيد تلقي طلبات الترشح يتم العمل للساعة السابعة مساء بالفعل التزمنا بهذه التوقيتات وقف الباب الترشح يوم 22 عشرة من يوم 22 عشرة في خلال أسبوع من غلق باب الترشح كان علينا أن نعرض على السادة المرشحين على مجلس الإدارة وبالتالي ليصدر قرارا من مجلس الإدارة باعتماد المرشحين وينظر في مدى استفاقهم لأوراق الترشح وفقا للنظام الأساسي في الحقيقة ولم نكتفي برضو في الناد الأهلي بهذا فقط بل دعينا أيضا لجنة قضائية للإشراف على تلك المرحلة أيضا حتى المرحلة الأولى كان فيه عندنا سلاسة من المستشارين الأجلاء وكنا حصلنا على تصديق من الهيئات القضائية الموقرة بأن يكون هذه اللجنة لديها تصديق بالعمل والإشراف على هذه المرحلة هذه المرحلة كان عندنا إجراءين مهمين جدا 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 هو اعتماد قوائم المرشحين وأيضا اعتماد القوائم السادة أعضاء الجمعية العمومية كشوف التي سوف يتم اعتمادها للإدلاق بأصوات في الحقيقة المرحلة دي برضو عملناها الحمد لله بتوفيق من عند ربنا بشكل كبير بالتعاون والتنصيق مع الجهة الإدارية الموقرة أيضا وأثناء تلقي أوراق الترشح كان معنا ممثل من الجهة الإدارية موجود معنا السابعة أيام اللي موجودة لفترة الترشح وتم التنصيق في هذه العملية الحمد لله بنجاح وبتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى وبعتنا للجهة الإدارية أسماء السادة المرشحين النهائيين بعد اعتماد وما تم الدعوة لمجلس إدارة أيضا يوم السلاساء برضو حملنا المجلس وتم اعتماد أسماء السادة المرشحين بالكامل اللي تقدموا لم يتم استبعاد أي منه بدأ الترشح بـ 21 مرشح بدأ الترشح بـ 21 مرشح وعضو الجمعية العمومية المؤكر الأستاذ الفاضل خالد عبدالقادر تنازل بطلب رسمي للمدير التنفيذي بأنه يتنازل عن الترشح للانتخابات والاستمرار فيها وبالتالي أصبح لدينا 20 مرشح هل حدثت أي ملاحظات على أعمال الترشح وتقديم الأوراق من أحد أعضاء الجمعية العمومية؟ هل هناك أي ملاحظات قانونية في السياق؟ في الحقيقة في موجود تعنين في الجهات المسؤولة عن متابعة الشأن انتخابات في الأندية في الحقيقة عندنا أحد الزمل الأفاضل المؤقرين أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي عند وجهة نظر أنه تقدم الساعة سبعة لربع للنادي وتقدم للجنة التي تتلقى أوراق السادة المرشحين سبعة لربع ساعة قبل غمق باب الترشح وخليني أقول هي كانت كمان ممكن تبقى سبعة لعشر أو حاجة زي كده لأن أنا على ما أتذكر كان فيه موعد صلاة العشاء في التوقيت ده لأن أنت عارف حضرتك أنه مقر السكرتاري عندنا جنب المسجد فأنا متذكر ذلك يعني وكان هناك فيه نقص في الأوراق الخاصة بالترشح اللي تتفق مع النظام الأساسي والمعلنة أيضا لكل السادة المرشحين من فترة زمانة أعرضت التوقيتات ده احنا كنا ماشيين زي الساعة بالضبط في الإعلان عن هذا زي ده بالنادي الأهلي تماما في كل انتخاباته وفي الحقيقة كان فيه نقص ورقة تتعلق بشهادة ما يفيد بتأديل الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو ما يفيد بذلك ففي الحقيقة ده كان مش موجود وأيضا على ما أتذكر أن كمان كان صحيفة الحالة الجنائية على ما أتذكر يعني إذا كان الزكرة تسعفني كانت أيضا مش موجودة ففي الحقيقة اللجنة الموقرة قالت احنا ممكن ناخد الأوراق بهذه الصورة بس هتتعرض على مجلس الإدارة ومجلس الإدارة بالتالي هيتم استبعاد ملف الترشح وفي الحقيقة لا هو قال خلاص أنا مش يعني مش هسلم الأوراق لأن طبعا عشان تسلم الأوراق لابد أن يبقى فيه إصال صداد الرسوم أنت بتاخده منه ده كانت الحالة الأولين الحالة الثانية كان طعن خاص بالرسوم اللي بيتلقاها النادي الأهلي وهنا أنا عايز أقف عندها شوية إذا حضرتك سمحت لي برضو عشان جمعيتنا العمومية الموقرة تبقى عارفة إزاي النادي الأهلي بيشتغل في قراراته إزاي كمان جمهورنا الكبير اللي هي الجمعية العامة الكبيرة بتاعتنا تبقى عندها اللي احنا بالراهن دايما على وعيها وحرصها وحرصها على حماية القيم ومبادئ النادي الأهلي احنا اللايحة بتقول لمجلس الإدارة الحق فيه تحديد رسوم الترشح كجزء مساهم خلي بنا من الكلمتين دول كمساهمة في تكاليف العملية الانتخابية تتخيل حضرتك أن طبعا إحنا عندنا بند أساسي في مجلس الإدارة بيوافع عليه هو الموازنة الخاصة بالجمعية العمومية إحنا الموازنة اللي اعتمدناها في مجلس الإدارة الموقر الأخير ده اعتمدنا 4 مليون و300 ألف وفوقهم كمان 4 مليون كميزانية وعشان برضو الزملاء يبقوا مستوعبين إحنا دايما عندنا يعني دراسات مستفيدة للبنود الميزانية كمان عندنا إحنا عملنا بنش مارك مع الانتخابات الصابقة الانتخابات الصابقة كانت تقريبا 3 مليون و700 ألف فطبعا مع تكلفة تكلفة الميزانية الخاصة للعملية الانتخابية كانت 3 مليون في 3 مليون و700 ألف اللي هي الانتخابات الجمعية العمومية الصابق فإحنا عملنا كده دراساتنا ودراسات الأسعار اللي موجودة وعرضنا ميزانية على مجلس الإدارة في الحقيقة ووافق واعتمد مجلس الإدارة الموازنة يعني 4 مليون و300 ألف وشويه إجمال المتحصلات من العشرين مرشح للعضوية الحالية إحنا عندنا عشان تبقى برضو الصورة واضحة قدام السادة المشاهدين بشكل واضح قوي عندنا اتنين مرشحين على منصب الرئيس واحد على منصب نائب الرئيس اتنين على منصب أمين الصندوق عندنا عشر على منصب العضوية فوق السن اللي هم فوق 35 سنة وعندنا خمسة على سن متحت 35 سنة هل تأذنك في عرض أسماءهم للتذكير برضو للأشارئ للدكتور سعد مع غلق باب الترشيح وصل العدد السادة المرشحين إلى 21 مرشحا تنازل الأستاذ خالد عبدالقادر بخطاب تنازل رسمي للمدير التنفيذي للنادي فاقتصرت العملية الانتخابية أو السباق المنافسة على عشرين مرشحا ترشح في منصب رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ خالد سليمان أبو العلا عيد والكابتن محمود إبراهيم الخطيب ترشح الترتيب هنا أبجدي ترشح على مقعد نائب الرئيس الأستاذ العمري فاروق محمد عبد الحميد العمري ولم يتقدم أحد ففاز العمري فاروق بالتسكير تنفس على أمانة الصندوق الأستاذ خالد عبد المحسن كامل مرتجي والأستاذ خالد محمد علي الدرندلي لعضوية مجلس الإدارة ترشح عشرة أعضاء هم السادة أحمد نبيل عبد الحميد غيط حسام السيد المتولي غالي طارق حسن عبد الحميد حسن أنديل محمد أحمد جمال ماضي أبو العزايم محمد زكريا عبيد سراج الدين محمد شوء السيد إسماعيل محمد عمر محمد عبد الحميد الضماطي محمد محمود عبد العظيم الغزاوي منار سعيد محمد التركي ومهند مجدي محمد عبد العزيز محمد عشرة أعضاء لمقاعد مجلس الإدارة السبعة ثم ترشح تحت سن الخمسة وتلاتين سنة وسن الخمسة وتلاتين هو في نفسه يوم فتح باب الترشح تقدم خمسة أعضاء السادة عبدالله ضياء الدين محمد العياشي السيد عمر محمد ربيع ياسير محمد والسيد محمد جمال عبدالقادر عبدالبصير عبدالقادر الجرحي والأستاذ محمد رافد كامل مصطفى الهندوي والأستاذة مية عاطف عبدالفتاح حسن مصطفى ده قائمة السادة المرشحين العشرين دكتور وأغلق الباب عند هذا الحد أغلق الباب عايزين بقى نشوف برضو عشان أنا كنت بتكلم على قرار مجلس الإدارة بالرسوم الخاصة بالسادة المرشحين حددنا الرسوم الخاصة تلاتين ألف للمناصب الرئيسية ثم عشرين ألف لأعضاء فوق السن ثم عشر تلاف عشان نراعي أيضا أن نمنح أكبر قادر من الفرص لشباب النادي الأهلي أن يكونوا داخل انتخابات النادي الأهلي إجمال المتحصلات من هذه الرسوم كلها محسوبة المرشحين في المناصب الرئيسية خمسة في تلاتين بمئة وخمسين ألف العشر مرشحين في المناصب فوق السن عشرين ألف فعشرة بمتين ألف بأدى تلتمية وخمسين ألف خمس مرشحين في عشر تلاف بخمسين ألف هيرد علي حد يقول لي لا مش ده اللي تدفع بالزبط أنا دفع أبرف عليك القيمة المضافة هي القيمة المضافة النادي بيحصلها لكن بيسددها الخزينة الدولة المصرية الموازنة العامة فبالتالي كلهم إجماليهم 400 ألف جنيه من إجمال الميزانية 4 مليون 300 ألف ووش وكيف ستتكلم في عشر في المية فقط لا يتجاوز واحد في المية 400 ألف من 4 خمسين 400 ألف من 4 مليون لو عملناها تقريباً لا تتجاوز رقم نسبة بسيطة من إجمال الميزانية لو في مبلغة تظهر لك هنا نسبة الإنفاق من نسبة المتحصل وفلسفة النظام الأساسي للنادي الأهلي وفلسفة المشرع أيضا هي بتقول للمساهمة في نفقات العملية الانتخابية يعني هي المفروض يعني النادي الأهلي كان حريص جدا على أن يوفر كل الفرص كل الفرص لتسمح لأبناء الجامعية العمومية للنادي الأهلي في العيلة الكبيرة أنه يقدر يكون عنده فرصة للمشاركة في الانتخابات ليس زي ما البعض ممكن يحاول أن إذن الرسوم هي حددها مجلس الإدارة ترجمة لنصوص اللايحة النظام الأساسي ونصوص اللايحة النظام الأساسي انطلاقا من إجماع الجامعية العمومية في انعقاد كبير للنادي الأهلي دي كانت نقطة مهمة جدا في تفصيل الترشح وأيضا رسوم الترشح لكن أربعة مليون جنيه انتخابات النادي الأهلي للخطوات التنظيمية والإجرائية عملية تتكلف أربعة مليون جنيه إيه اللي فيها بالضبط بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد الدكتور سعد واستعرض لايحة النظام الأساسي للنادي الأهلي وكيف أن النادي الأهلي فيه هذا القدر العالي من الحوكمة مفيش حاجة بتتعمل لا بأهواء أشخاص ولا بوجهات نظر أفراد ولا أي حاجة على الإطلاق كله بدستور النادي وعشان أقول لكم أن النادي الأهلي أصلا لم ينطلق من فراغ ولم يصل إلى هذا العمل المؤسسي اللي الدكتور سعد وصفه بأنه يمتلك قوة السقة وسقة القوة اللي نبع من وعي الجامعية العمومية التاريخي كلام ده مش من فراغ يا جماعي كلام ده لما تبص في تاريخ النادي الأهلي هتلاقي أن النادي الأهلي أول الأندية اللي عرفت النظام المؤسسي في بداية نشأة النادي الأهلي لدكتور كانت النادي تتبع وقتها وزارة المعارف فكان اختيار مجلس الإدارة بالاختيار مش بالانتخاب لكن النادي الأهلي أول نادي مع نشأته استحدث فكرة المناصب وتوزيع المهام شوف بقى الفكر الرائد في الجزور أول من الأهلي أم بتعيين محمد أفندي شريف سكرتير للنادي اللي هو دلوقتي المدير التنفيذي للنادي شوفوا العمل وده كان بسبب وجود محاضر مجلس إدارة النادي لغاية النهاردة بخط اليد بصوا فكرة رواد الأهلي الأباء المؤسسين للنادي الأهلي إزاي كان عندهم هذا الحرص على قيمة الأهلي وتاريقه فانطلق الأهلي من أرضية صلبة من منشأه أعين محمد أفندي شريف سكرتير للنادي وقتها بكام براتب سبعة جنيه وده كان رقم ضخم جدا طبعا بدأ بعدها يحط المناصب الإدارية فعين وكيل للنادي بجانب رئيس اللجنة المؤسسة أو مجلس الإدارة عين إدريس راغب باشا يوم 15 أربعة ألف تسعمية وتسعة سنتين بعد نشأة النادي عين نائب لرئيس النادي وبعد كده الفلوس عشان تتنظم بصوا بقى الفكر يعني حتى الجزور الاستثمارية وتنظيم العمل المالي في النادي الأهلي أول ما نستحدث مهمة أمين صندوق لنادي الأهلي كان النادي الأهلي ورشح له محمد دولار بيك في خمسة وعشرين اتنين ألف تسعمية وتمانية تقريبا عشر شهور بعد النشأة انتبه لأهمية وجود أمين صندوق ينظم العملية المالية في النادي وبعد كده استحدث منصب عضو لللجنة ورشح طلعت حرب باشا في 19 تلاتة ألف تسعمية وتسعة وعبدالخالق باشا سروت في 13 إبريل ألف تسعمية وعشرة لكن وإحنا بنتكلم دكتور سعد أشار إلى أهمية قناة الأهلي وإزاي قناة الأهلي لما النادي توسعت مقراته الإدارة التنفيذية حريصة هنا على أن يكون في شاشات لقناة الأهلي في كل مقرات النادي عشان يكون عضو النادي اللي موجود في الشيخ زايد واللي موجود في مدينة ناصر وفي الجزيرة على بينا وعلى دراية بكل ما يجري داخل مكاتب عمل النادي الأهلي لا ده النادي الأهلي رائد جدا كمان لما تعرفوا حضراتكم أنه إذا كان النادي الأهلي أول نادي في الشرق الأوسط يملك مجلة تتحدث بإسمه وتكون لسان حاله مجلة الأهلي في شكلها الحالي صدرت في مارس 74 بس اتضح أن احنا مع الأباء المؤسسين احنا ولا حاجة ولا حاجة خالص مجلة الأهلي التاريخية اللي قدام حضراتكم ده مخطوط أثري موجود في دار الكتب النادي الأهلي أطلق وأنشأ وأصدر هذه المجلة في 1 نوفمبر 1933 متخيلين في مثل هذه الأيام من سنة كام 1933 الأهلي أصدر هذه المجلة علشان تكون همزة وصل بين أعضاؤه والمدهش جدا يا دكتور أنك تلاقي هؤلاء الأباء المؤسسون ينتبه لفكرة حتى في سبب الإصدار يقول لك بعد أن زاد عدد أعضاء النادي كبر النادي الأهلي واتسعت أرجاؤه وتعددت أفرع الرياضة فيه فكان لزاما علينا للوصول إلى هذه القاعدة لنشر الفكر الرياضي ورسالة النادي وتسهيل سبلها إعداد وتأهيل هذه المهام الرياضية فكان من الواجب إصدار مجلة للأهلي في شكل نشر شهرية تحدث هذا التواصل بين أعضاء النادي ومجلس الإدارة شوف الفكر الرائد كان فيه يعني في الحقيقة حضرتك فتحت موضوع كمان يخلينا برضو دايما للنادي الأهلي ميز التاريخه أن تاريخه متسلسل ومترابط وبالتالي استدامة قيم ومبادئه عندما نتحدث عن القيم الآخرين بينزعجوا كثيرا عن كلمة قيم النادي الأهلي ومبادئ النادي الأهلي أنت حضرتك هنا حطيت يعني جبت سنة تاريخي سنة تاريخي لأن النادي الأهلي كان حريص على حكتين أول المخطوط العشاشة ده دكتور نشر الميزانية بالأرقام نشرها الشفافية منذ نشأة الشفافية والنزاهة منذ النشأة وصناعة القرار أيضا وديناميكية القرار تعود للجامعية العمومية منذ النشأة اللي احنا النهاردة جايين نأكد عليه حرصنا على أن الجامعية العمومية هتبقى موجودة وبقوة وبكسافة كبيرة جدا لهذه المرة يوم 26 هنا بس كمان استرعاني حاجة جدا أن النادي الأهلي بس مش بيتواصل بس مع أعضاء ده هو كمان عايز ينشر ثقافة الرياضة في هذا المجتمع كواحدة من مكونات النظام الاجتماع المصري اللي عمالة تروح للحلقة التالتة في الكلمة المكتوبة على بوابات النادي الأهلي دلوقتي تاريخ مبادئ تطوير والنادي الأهلي طور هذه الفلسفة في الحقيقة في إنشاء مؤسسة مجتمعية تتولى مسئولية النادي الأهلي تجاه المجتمع ده مش بس كده ده الأهلي حط لها سلوجين جميل جدا جميل جدا وبيعزز قيم الرياضة قيم الرياضة أن الأهلي للجميع أيضا وبالتالي حرص في الحقيقة رئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة المؤقر رئيس كابتن محمود على أنه يضم لها أيضا رموز من مختلف الرياضة المصرية بقى موجود في عضوية مجلس الإدارة الكابتن على بو جريشا موجود أيضا الكابتن الرمزي الأولمبي الجميل الكابتن محمد رشوان ده النادي الأهلي اللي بيعي دائما وقضية كلمة يعي يعي أحد التحديات اللي بتواجهنا في الدولة المصرية اللي بيأكد عليها زي ما ذكرت فخامة السيد الرئيس قضية الوعي النادي الأهلي يعي دوره تجاه مجتمعه ودوره تجاه لا ينشغل النادي الأهلي بتحدياته التي تواجهه في الداخل ولكنه أيضا ينشغل أيضا بالتحديات التي تواجه الوطن تحديات التي تواجه الوطن وبالتالي أنشأ هذه المؤسسة اللي هي استدامة لما حضرتك أشرت إليه تاريخيا قضية نشر المعلومات لعضاء النادي الأهلي مش بس النهاردة أن احنا عضاءنا كبار وزادوا ده هما زيدين من البداية النادي الأهلي بدء قوي وأيضا سوف يستمر قويا إن شاء الله بعضاء وبجمهيره العريق هي دي المسؤولية لدى الأجيال المتعاقبة إزاي يتم الحفاظ على هذا العمل المؤسسي الراسخ جدا هذا كنت بتشير قبل الفاصل إلى أنه تبلغ ميزانية انعقاد الجمعية العمومية وانتخابات الأهلي اللي جاية إجراءاتها حوالي أربعة مليون جنيه أكتر من أربعة مليون أربعة مليون وثلاثمائة ألف وشهر وتم إقرارها من مجلس الإدارة في إيه؟ عندنا في الحقيقة بنوت صرف كتير عندنا حضرتك تجهيزات الخيمة اللي هيتم فيها الانتخاب جاهزة ده خيمة على مساحة ملاعب الخماسية كلها تلات ملاعب خمسة وسبعين متر في ستة واربعين متر وتلاتة من عشرة كمان حضرتك الخيمة دي هتساعة مية وستين لجنة دي أحد التكاليف مية وستين لجنة ويمكن هنا أنا برضو عايز أشير رسالة لأعضاءنا أعضاء الجامعية العمومية الموقرين دائما إحنا الانتخابات الماضية كانت مية ستة وعشرين لجنة المرة دي كانت انتخابات النظام الأساسي أو التصويت على النظام الأساسي مية ستة وثلاثين لجنة المرة دي إحنا عاملين مية وستين لجنة على الرغم على الرغم من إجمالي عدد الأصوات اللي لها حق التصويت حتى الوقت اللي أنا قاعد مع حضرتك دلوقتي حالا 181.850 ألف صوت هم يغطوا 154 لجنة لكن إحنا قلنا أن نظام الأساسي بتاعنا بيسمح بأن الكشوف تتضمن السادة الأعضاء الموقرين المسددين حتى 15 يوم قبل انعقاد الجمعية العمومية فإحنا عاملين 160 لجنة دي نقطة مهمة دكتور لأنه الناس كانت اعتادت النتيجة تسدد في نفس اليوم وتاخد الإصال تصوت به لا حتى 15 يوم من تاريخ 15 يوم دولت لهم حق أنهم يضافوا للكشوف يتم اعتماد هذه الكشوف وتعلقها على السادة الأعضاء النادي المسارعة بالتجديد طبعا الكشوف دي بتتعلق في كل المقرات الرئيسية للنادي الأهلي عندنا بتتعلق في مقر الرئيسي بالجزيرة بتتعلق في المقر في مدينة ناصر بتتعلق أيضا في الشيخ زايد دي كلها تكلفة أيضا جزء من الميزانية تكلفة المطبعات ونشر الأعمال عندك مطبوعات تتعلق لأن في موضوعات مرتبطة بالعرض على الجمعية العمومية منها تقرير مجلس الإدارة بالنشاطات السنة المالية الحالية من 3026-2020 حتى 3026-2021 هذا أيضا تكاليف طباعة أو جزء من الموازنة انت بتطبع النهاردة أكتر من 10 تلاف كتاب ليتم توزيعه على أعضاء الجمعية العمومية دي جزء من الموازنة احنا النهاردة عندنا أيضا تغطية لوجستية لشبكة كهرابا مأجرين محاول عشان برضو احتياطات اللي هي الطيار الكهرابي ده جزء من أيضا من المصاريف اللي موجودة في الميزانية ده المكت للمخيم بتاع الانتخاباتها دكتور يعني أنا بشكركم أن حضراتكم سمحتونا بأن احنا في الحقيقة نعرضه وده برضو فيه تفاصيل كتيرة قوي يمكن البعض ما ياخدش باله منها وده برضو رسالة طمأنينة أيضا لعضاء الجمعية العمومية في ظل الجائحة اللي احنا موجودين فيها احنا كنا حرسين لو جيتوا حضراتكم بصيتوا على المدخل الرئيسي للخيمة الانتخابات الماضية كان أحد التحديات اللي وجهتها هي أن المدخل لم يكن بنفس الاتساع المناسب لعدد الأعضاء من الحضور كان مساحته أربعة متر احنا ضعفنا هذه المساحة بالنسبة للمداخل بالنسبة للخيمة زي ما أنا ذكرت من شوية عدد اللي جاني اللي جوه الخيمة مية وستين لجنة كانوا قبل كده مية ستة وعشرين لجنة بس حرسين على حاجات مهمة جدا هنلاقي ما بين كل لجنة ولجنة تنين متر اللي هي المسافة بتاعت التباعد المسافة الأمنة للتباعد فما بين كل لجنة احترازية هنا الإجراءات الاحترازية بدأنا وإحنا بنصمم الخيمة دي مع الزميل الفاضل يعني كان في لجنة هنا مشرفة على هذا التصميم الزميل الفاضل المهندس سامح كامل مشار الهندس للنادي أيضا زميل الفاضل الدكتور سيد حزين وكيل أول وزارة الشباب والرياضة اللي هو وكيل مدرية القاهرة الجهة المشرفة وكان أيضا مع مجموعة من الزملاء وكان فيه ممثل لإجراءات الأمن والسلامة من الوزارة حضر هذه معنا التصميم لو شفنا الممرات نلاقي أن مبين كل الممرات المبين اللي جانوا بعضها البعض 11 متر و60 سنطي ده برضو عشان سهولة الحركة داخل في الحقيقة الخيمة الانتخابية لو شفنا بقى المنصة بتاعت القضاء المنصة بتاعت القضاء احنا أخذناها كمان بحيث أن هي تاخد جزء من التراك اللي حوالين الملعب وتعلى وتبقى السادة القضاء المؤقرين يستطيعوا رؤية جميع اللي جان اللي داخل الخيمة تعزيزا لعمليات النزاهة والشفافية ده برضو أيضا موجود حتى اللي جان اللي هي في عاملينها في المنتصة في المسافة حرصنا برضو أن يبقى فيه مسافة كده اللي جان اللي في آخر الخيمة الممرات اللي جوه عندها 16 متر وشوية ودي رايحة على باب الخروج عشان سهولة عمليات الخروج والدخول إلى الخيمة كمان مش بس كده في الحقيقة احنا كان عندنا حاجتين مهمين رعناهم في الخيمة دي أن تبقى عملية التهوية وضمان أن يبقى فيه طيار هواقي موجود جوه عشان الجائحة اللي احنا موجودين فيها ففي الحقيقة كنا عايزين نعملها خيمة مكشوفة فخفنا أيضا من متغيرات المرتبطة بالتغيرات الجوية فلا إذا كانت مكشوفة وحصل لقدر الله مطر في هذا اليوم أيضا ده بالنسبة لها تعيق الحركة وتعيق العملية الانتخابية فزودنا التكاليف عشان من هنا بقول له حضرتك ميزانية ضخمة أكتر من 4 مليون جنيه فعملنا زي ما بيقولوا شبكة هوا فوق تبقى مكشوفة من فوق في الخيمة ومتغطية في نفس الوقت بحيث أنها تعمل بعملية الطيارات الهوائية بأنتغطيت ولكن عملت عملية تهوية جيدة أيضا للخيمة في الحقيقة ده كان يعني جزء من الموازنة اللي احنا تكليف السنديق الانتخابية جايبين سنديق انتخابية كلها شفافة بالكامل كلها شفافة بالكامل وده أعتقد جزء من الموازنة اللي احنا حطنا تكلفة المطبعات القاصة بعمليات التصويت ده جزء برضو مهم جدا فيه الموازنة اللي احنا عرضناها على مجلس الإدارة المؤقر ففي الحقيقة فيه مجموعة من البنود أنا يمكن عرضت جزء منها على حضرتك تباعة شراء أحبار تكلفة خيمة طيار كهرابي احتياطي عمليات الخدمات اللوجستية للسادة المشرفين على عملاء وارضيات الملاعب حفاظا عليها برضو وارضيات الملاعب لا فيه كمان جزء مهم بقى أماكن انتظار السيارات ده عشان ما طالدش عركة المرور والحضور ايضا ايه أماكن انتظار السيارات عشان السادة العضايب وعارفين يمكن المرة دي كمان اخدنا مكان انتظار اضافي وهو جراش التحرير احنا اخدناه جراش حي غرب الملاصق للنادي اخدناه جراش الاوبرا ايضا بنشوف مركز شباب الجزيرة برضو لانه عنده جزء كده صغير برضو مستشفى المعلمين ففي الحقيقة دي كلها جزء من التكاليف ايضا اللي موجودة في قلب الموازنة ايضا حركة السيارات اللي هتنقل اعضاءنا الموقرين من المقارات الى المقار الرئيسي بالجزيرة سواء من مدينة ناصر او ده جزء يعني فيه حفلات مخصصة فيه حفلات مخصصة وعملنا حاجة برضو حاجة جميلة جدا عشان من زودش فترة انتظار التجمع للأعضاء جبنا حفلات ساعة 32 راكب على اساس تبقى فيه سرعة للحركة وزودنا كمان عدد المركبات دي المرة دي في الخطة بتاعتنا كمان تغطية الخيمة دي بعوامل الامن والسلامة من من حريق من كل ده احنا الحمد لله مستعدين ليه بشكل كويس يبقى توفير ربنا ان شاء الله واعضاء الجمعية العمومية كيفما نراهم عليهم كل مرة بانه هم فعلا قوة الثقة وثقة القوة زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي انه هم بيجوا وبكل كسافة لصناعة قوة قرار لمستقبل الاهلي ده احنا في الحقيقة كلنا ثقة في الجمعيتنا العمومية انها يعملوا ده ان شاء الله بإذن الله الجمعية كان عندها هذا التدفق الكبير في 2017 يمكن بمفكر السادة العضاء واعضاء الجمعية العامة للنادي الاهلي لان الحقيقة حتى انتخابات كان جمهور الاهلي حريص جدا على متابعتها وعلى التفاعل معها شأن كل انتخابات للاهلي لانه النادي الاهلي جمعية العمومية لما بتنعقد عشان تنتخب مجلس لإدارة النادي هو يدير مشاعر الملايين من الجماهير الاهلوية في كل مكان فاعتقد انتخاب مجلس إدارة للنادي الاهلي ده حدث شعب كبير يهم الملايين من جماهير النادي الاهلي في كل مكان يا دكتور لكن السيد عضو النادي اعتاد قبل كده زي ما قلت لحضرتك انه بيسدد يوم التصويت ويجي بالإصال عشان يصوت دلوقتي احنا بنتكلم على 15 يوم قبل الانعقاد واحنا عملنا برضو ده برضو لما بتبقى عندك قرار بتشوف التدعيات اللي بتيجي على هذا القرار يمكن انا تبعت حضرتك مبارح مع الاستاذ الفاضل حامد عز الدين وكنتوا بتكلموا عن تطبيق النادي الاهلي اكيد في ناس ظروفها كتير ده هنروح له لكن انا عايزة اول اتكلم على جديد اللايحة في عملة الغياب عن حضور الجمعية هناك غربة نظام الاساسي بتاع النادي نص على مبدأ واضح انه دايما احنا قلنا في فلسفة للنظام الاساسي بتاع النادي الاهلي الفلسفة الاساسية بتاعت نظام الاهلي هو تعزيز دور الجمعية العمومية في صناعة القرار داخل النادي الاهلي وبالتالي هي عشان تعمل عملية تحفيز البعض قد ينظر لها بمنظور خاطئ لكنه هو منظور ايجابي وتحفيزي ان النظام الاساسي بتاع النادي بيقول في حالة التخلف عن الجمعية عن حضور الجمعية العمومية لأسباب لم تكن قهرية يعني ممكن أن يتقبلها النادي الأهلي بيتم فرض غرامة قيمتها 50% من قيمة رسم الاشتراك السنوي يعني لو العضو بيجدد عضويته السنوية ب500 جنيه هيدفع 250 جنيه غرامة هيدفع 250 جنيه غرامة اللي بنص عليها النظام الأساسي وبرضو مش عايز أخذها بمفهوم الغرامة ولكن ده تحفيز لعضو الجمعية العمومية وتعظيم لدره أن يتولى مسئوليته التاريخية بزبط جاه النادي الأهلي ومسئوليته التاريخية تجاه النادي الأهلي وجماهيره لأننا كل مرة نقول صوتك بألف يعني أنت بتمثل ألف من الجمعية العامة اللي هي خارج أسوار النادي الأهلي فأنت ممثل لها وأنت القادر على صناعة هذا القرار وإحنا على فكرة كلنا ثقا إن شاء الله أن أعضاء الجمعية العمومية النادي الأهلي دائما دائما بيتحملوا مسئوليته من التاريخية تجاه النادي في الحقيقة طيب لائحة النظام إذا كانت يعني اهتمت بتحفيز العضو على الحضور اهتمت أيضا على بتسهيل فرصة الإنعقاد حتى أنه نزل للإنعقاد الثاني لخمس تلاف فقط في صحة الإنعقاد طبعا ده برضو موجود في النظام الأساسي والنظام الأساسي أكد عليه لأن في الإنعقاد الأول بيتم في اليوم خمسة وعشرين وإذا لم يكتمل النصاب يتم في اليوم الثاني وحط له برضو محددات هو عشرة في المية أو خمس تلاف أيهما أقل لكن احنا طبعا ده من الجامعية العمومية الحالية فيها انتخابات لمجلس إدارة فكسافة التصويت ده بتصنع زي ما أنا بأكد دايما قوة القرار للمستقبل صحيح وأنا يمكن إذا حضرتك سمحتيلي في عجالة الإنجازات التي حصلت هذه الدورة المرة الحالية هي إنجازات قد تكون غير مسبوقة في تاريخ الرياضة المصرية سواء كان على مستوى البنية التحتية أو على مستوى الإنجاز الرياضي النادي الأهلي عنده شقين رئيسيين مشتغل عليهم تطوير البنية التحتية في مقراته اللي أصبحت أكبر الأصول الموجودة بين الأندية المصرية وعنده كمان الإنجاز الرياضي اللي هو أفضل الإنجازات على تاريخ الرياضة المصرية بالأرقام والحقائق ليس يعني إن احنا عشان بننتمي للمجال فالأربع سنوات الماضية دولا كان فيهم أكبر قدر من الإنجاز التاريخي في البنية التحتية وأكبر قدر من الإنجاز الرياضي ده كان نتيجة لأن الجمعية العمومية تحملت مسئوليتها التاريخية ونزلت بكثافة ونقشت بجدية استراتيجية النادي الأهلي اللي عرضها المجلس الحالي لأن الاستراتيجية وهنا صنعت ثلاث حاجات الموازنة بتاعت النادي الأهلي الحالية أو الميزانية الحالية اللي تجاوزت 2 مليار 539 مليون دي بتعكس أربع حقائق مهمة أول حاجة أنا أمكن اتكلمت فيها في عجالة اللي هي قوة الثقة أن الجمعية العمومية عندما تنزل بقوة وتمنح لحق الاختيار لها اللي هو ديمقراطية تصناعة القرار في النادي الأهلي منحت بقوة مجلس الإدارة فأصبح مجلس الإدارة متحمل قوة الالتزام بمعنى إيه قوة الالتزام أنك يجب أن تفي بالأهداف التي وعدت بها وذلك هنا كان فيه مصداقية للوعود اللي وعدت بها النادي الأهلي ثم قوة الأداء أنك تستطيع أن تصل إلى أفضل مستويات الأداء وتنجز 100% من الوعود اللي وعدت بها الجمعية العمومية بقيت بداية هنا جمعية عمومية بداية هنا قوة حضور الجمعية العمومية بالظبط ده الحدث الأول المهم ثم قوة الأداء دي حولت عندك حاجة مهمة جدا قوة الإنجاز أن هذا الإنجاز الذي حصد في هذه الدورة بشهادة الجميع ليس فقط أبناء النادي الأهلي ولا أعضاء النادي الأهلي ولا جماهير النادي الأهلي ولكن كل من يعمل داخل الدولة المصرية لمس هذا الإنجاز بشكل واضح جدا اللي عمله النادي الأهلي بالحقيقة نموذك فريد ويمكن ده أنا بقول الميزانية هنا ربطت هنا الميزانية بالأربعة دول لأنه أنت حضرتك الميزانية يعني ببساطة شديدة ترجمة الهدف لمال يعني أنا النادي الأهلي مجلس الإدارة الحالي وعد الجمعية العمومية بأنه هيعمل جراش في مدينة نصر الجمعية العمومية عايزة تصق في أن الهدف ده له ميزانية تستطيع إنشاؤه هتقوله هيتكلف كم هيتكلف 56 مليون جنيه طب هتجيبهم منين يبقى أنت بتفكر كمان في الإرادات بتاعت الميزانية وهنا في الحقيقة ده مصدر فخر للنادي الأهلي فكانت أكبر ميزانية في تاريخ الرياضة المصرية لمؤسسة رياضية هي نتجة من عند قوة ثقة الجمعية العمومية في النهاية لما هتنزل عندها ثقة في المجلس اللي بتختاره إن يقدر يحقق الأهداف اللي يقدر يوفر لها الترجمة المالية في صورة ميزانية ده كلام مهم جدا في الحقيقة احنا في النادي الأهلي فخورين به جدا 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 هعمل أربع صلاة في زايد هيفتتحوا الإسبوع القادم إن شاء الله أو أصبحوا جاهزين للإفتتاح مؤكد أندي إجازات كتيرة جدا على الأرض لأنه كمان دكتور كان الملاحظ فيها جدا أن سرعة إقاع العمل بدقة وسلامة إجرائية سريعة جدا بدأت متسقة تماما مع توجهات الدولة في هذه الفترة مزيد من الإنجاز في أسرع وقت ممكن مع درجة عالية من كفاءة الأداء ده كلام مهم جدا وما تم إنجازه على الأرض هننقشه مع الدكتور سعد بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد والأهلي ينتخب ترتبات الأهلي لإنعقاد الجمعية العمومية يوم 25 و 26 نوفمبر الجاري الدكتور سعد شالبي بدأ الحديث على إن مجلس الإدارة حتى وإن كان منه سدى المرشحون للانتخابات القادمة لكن أبدا مش منعزل عن العمل ومتابعة العمل لغاية آخر لحظة بل إن النشاط اليومي ودلاب العمل في النادي الأهلي يسير على نفس الدرجة من الجدية والكفاءة والالتزام والانضباط والمتابعة عشان كده لم يكن ما تحقق من منجزات خلال هذه الدورة الكبيرة جدا من فراغ دكتور سعد قبل الفاصل كنت تتحدث عن ما تم إنجازه خلال هذه الدورة يمكن لو سمحتيلي حضرتك يعني حضرتك كنت بتركز دلوقتي على سير الأنشطة اليومية لنادي الأهلي يمكن أنا قبل ما يجي القناة الفروع الثلاثة المقر الرئيسي ومدينة نصر وزايد بدخلوا الكراسي دلوقتي استعدادا لمباراة الأهلي والزماني بنزود عدد المقاعد المخصصة لأعضاء النادي الأهلي لإننا نعلم أهمية هذه المباراة بالنسبة لأعضاء وجماهير النادي الأهلي وإنها كمان جاية في يوم جمعة فبنوفر كل وسائل الراحة اللي تمكن أعضاءنا من هما يعيشوا هذه الأجواء داخل مقرات النادي الأهلي ده كان في عجالة لكن خليني برضو أروح للنظام الأساسي وكيف استطعت الجامعية العمومية للنادي الأهلي كتابة مستقبل النادي الأهلي من خلال هذا النظام الأساسي النظام الأساسي كان بيتضمن حاجة مهمة جدا وهو تأسيس الشركات المساهمة زي ما تكلمنا قبل كده وقلنا أن النظام الأساسي ده استصمر المميزات اللي موجودة في القانون استصمر الغطاء الدستوري اللي أول مرة يتم النص في الدستير الوطنية على أن هناك مواد صريحة تتعلق بالشأن الرياضي وقلنا أنها تتفق مع المواصيق الدولية ويمكن ده كان فلسفة ورؤية النادي الأهلي من زمان في الحقيقة النادي الأهلي قام بعملية رائدة أيضا وفي توقيت مهم جدا رجع لجمعية العمومية واستأزنها قال لها أن عايز أعمل سلاسة شركات ويمكن البعض ساعة ما سمع الخبر كان فجأته إما الصدمة وفجأته إما الانبهار بقوة القرار وفجأة أيضا الحذر كيف يستطيع النادي الأهلي أن يؤسس في توقيت واحد سلاسة شركات وشلاسة شركات أهمها على الإطلاق طبعا شركة لكرة القدم التي استطاعت أن ترسم جزء كبير بجانب الألعاب الأخرى بجانب قيم ومبادئ النادي استطعت أن تأسرم هذا التاريخ في القارة الأفريقية في الحقيقة كله كان بينتظر كيف يستطيع النادي الأهلي أن يتقدم بهذه الخطوة الجريئة لكن عايز بن قصينا دكتور وذكر أن النادي الأهلي لما نشأ في أبريل 1907 نشأ كشركة مساهمة يعني في الحقيقة زي ما حضرتك ذكرت كده بخمسة جنيه يمكن النادي الأهلي فكره من البداية كان فكر اقتصادي مستمير جدا جدا زي ما حضرتك ذكرت وبعدين النادي الأهلي في الحقيقة البعض لم يكن يتخيل ما يمتلك النادي الأهلي من أصول وإحنا عايزين هنا نقف شوية طيب لما أخذ قرار بكرة القدم أصولها واضحة أصول ضخمة جدا هي تتمثل في إرث تاريخي بتمتلك نادي القرن الأعلى في القارة الأفريقية بتمتلك ثاني أكبر الأندية العالمية تتويجة من حيث البطولات العالمية ده كله بيطلق عليه إرث العلامة وبيمس القيمة يعني لما تيجي ترجم العلامة كده ببساطة تقول هي قدرة العلامة على تحقيق أرباح أكبر من متوسط العائد في السوق بتاعها ببساطة كده فلما جينا بصينا الكرة القدم هو أكبر أصل موجود تاريخي عندك بأصول واضحة أصول لعبين عندك البنية التحتية بتاعته في الملاعب لما جينا دخلنا على الاستاد أنت بتمتلك الاستاد له أربع أي عملية اقتصادية مهمة بتقول لها أصول واضحة الأرض أي الأرض حد يمتلك أرض فكات الناس كل من ناس لا الناس ما كانتش واخدى بالها أن احنا خصصنا بقرار أي برضو هنا أنا مش بتكلم عن الإنجازات من منظور الإنجازات لكن بتكلم عن الإنجازات من منظور دور الجمعية العمومية في الإنجازات ده مهم جدا جدا لأن احنا أمام حدث انتخابي الجمعية العمومية أخذ القرار في قمة الجرأة والقوة عندما قررت الجمعية العمومية للنادي الأهلي بتفويد مجلس الإدارة لأنها لم تكتمل وفقا للنظام الأساسي بتخصيص 60 فدان لشركة لستات كرة القدم اللي هتقوم شركة المنشآت الرياضية ويتمتلك أكبر أصل يتمتلك أكبر أصل 60 فدان اللي هم يمتلكهم الجمعية العمومية اللي حددتهم لهذا الاستاد ده واحد من القرارات اللي كانت طبعا زينا نفرح جمهورنا بهذا الحلم التاريخي بقى بداية التحرك في هذا الملف ازاي في الحقيقة اللي احنا قد عملنا خطوات مهمة جدا يمكن الجمهور النادي الأهلي تابعها مع مجلس الإدارة المؤقر في الحقيقة وشاف ان الترخيص تم استخدامها وتم استخراجها وتم تعديل شكل المساحات بتاعت الأرض المخصصة وشكل الارتفاعات و esse كانت في الحقيقة سوف تضاعف من التكلفة المالية و ده مهم جدا و انت بتدير منشأة اقتصادية بحجم استاد النادي الأهلي اللي تتليق بجماعير النادي الأهلي اللي تتليق بعضاء النادي الأهلي اللي تتليق بكلمة تطوير الكلمة التالتة اللي موجودة اللي احنا بنشتغل عليها الفترة الحالية والقادمة ان شاء الله اللي هيبقى موجود يشتغل عليها في الحقيقة ده طبعا كانت خطوة مهمة جدا ثم أسشت الشركة بالشركة طبعا استثمرت تحول في ديناميكية القرار انت عندك الشركة في الحقيقة بيترقصها واحد من أهم الخبراء في مجال البناء المهندس آيمن إسماعيل في الحقيقة وبتضم معها في عضوية مجلس الإدارة يعني أنا حضرت في الحقيقة معاهم شرفت بقرار مجلس إدارة النادي الأهل المؤقر وده برضو يبين لك زي ما حضرتك قلت كده حكمة صناعة القرار في النادي الأهلي نادي الأهلي عشان يضمن انسيابية المعلومات وانسيابية القرارات ما بين المجالس اللي موجودة مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارة الشركة اتخذ قرار بين المدير التنفيذي للنادي بصرف النظر عن الأسماء مين هي ان هو ينصق ما بين مجلس إدارة النادي الأهلي وشركة الأهلي للشركات الثلاثة الأربعة اللي موجودين وفي الحقيقة أنا شرفت بحضور الاجتماع ما رأيته من تصاميم بتعرض دلوقتي من خبير أجنابي موجود على الشركة أيضا ما رأيته من عروض في خطواتها النهائية فيما يتعلق بحقوق التسمية اللي تم طرحها من الشركة باعتماد من برضو هنا تاني نرجع للجمعية العمومية الجمعية العمومية لشركة الأهلي للمنشآت الرياضية هي التي اعتمدت هذا الطرح أيضا ومنحت الشركة فالحقيقة بتخوضه بشكل كبير جدا جدا النهاردة كمان احنا زي ما ذكرت شركة الأهلي موجودة لكرة القدم موجودة على أرض النهاردة بتوقع عقود فيما يتعلق بالأكاديميات وبتعمل عملية نقل مرحلي وفقا لخطة زمنية شركة المنشآت الرياضية النهاردة بتقوم بعملية التشغيل الفعلي للرحلات والحجوزات أيضا نأمل إن شاء الله العودة بتاعت الجماهير التي تبقى موجودة في المدرجات والشركة عندها رؤية واضحة لإنها إزاي تعمل خدمات الترحال مع المصاحبة للفريق وكل ده موجود وأيضا وقعت تطبيق مع أحد الدول الشقيقة إن شاء الله سوف يتم الإعلان عنه ده كل استثمار لشركات النادي الأهلي اللي البعض النهاردة بينباهر كيف تتم وبسرعة شديدة جدا جدا وفي ظل تحديات اقتصادية البعض النهاردة يواجه مشاكل في الوفاء بالتزاماته بالتزاماته وهنا كمان نرجع يعني نقول لو جينا بصينا للنادي الأهلي قوة ميزانيته من قوة قرار الجمعية العمومية وقدرته على الوفاء بالعهود والالتزام قوة الالتزام ولذلك النادي الأهلي مجلس الإدارة كان له قرار تاريخي في الحقيقة في الفترة الأربع سنوات عندما التزم مجلس بقوة الالتزام أنه لن يخفض أي رواتب لأي لعبين متعقدين مع النادي الأهلي ولن يخفض أي رواتب للعاملين في النادي الأهلي في ظل هذه الجائحة بل بالعكس يمكن المجلس المؤقر لما استعرض في المؤتمر اللي تم تنظيمه داخل النادي الأهلي استعرض رئيس المجلس عهوده وقوة التزامه بهذه العهود أمام الجمعية العمومية الكابتن محمود في الحقيقة كان واضح جدا أنه كان أحد الأعمداء الرئيسية هو ما يتعلق بالإدارة المحترفة وكان أحد الأهداف الاستراتيجية للمجلس الإدارة اللي ترجمها ماليا في موازنة تحملتها الموازنة أنه يقدر يعمل يزيد ممتوسط الرواتب على مدار الأربع سنين نسب 50% والتزم بهذا أيضا العهد عشان كده لأن ده برضو بينعاكس على جودة الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعين في الحقيقة يمكن أن نبقى فخورين بما نعرضه في الحقيقة لكن في الشهر الأخير كان عندنا ثلاث أحداث فعاليات كبيرة جدا الترجمة المالية كمان للأداء الرياضي أنت عشان تقر كمجلس إدارة في الناد الأهلي تقر بأنك أنت سوف تستعيد البطولات الأفريقية وتستطيع أن تحقق في عام واحد في 8 شهور مش عام واحد بطولتين أفريقيتين في سنة واحدة تحمل تكليف الموازنة بطولتين أفريقيتين في سنة واحدة يعني موسمين يتحملوا على ميزانيت هنا حصل تأذر الإنفاق على الناد الأهلي عكس أن تأذر التكلف يعني دي فلسفة في الميزانية بتبقى صعبة شوية إنما الأهلي نجح في أنه يعمل تأذر الإنفاق ده ويلتزم تجاه البطولتين دولت في الحقيقة وده كان ضمن أنك أنت تقدر تترجم أهدافك ماليا إزاي وتوفر لها التدعمات المالية في الحقيقة أعتقد أن ده يحسب لجمعية الأممية لنادي الأهلي ومجلس إدارته في الحقيقة الناتج عن ثقة الجمعية الأممية فيه طيب دكتور وإحنا بيداهمنا الوقت بقى في قفزة للمستقبل حدك أشارتي إلى فكرة الابليكيشن وكيف يمكن الأخذ بفكرة التصوير الإلكتروني مستقبلا للجمعية الأممية نقول أن النظام الأساسي بتاعنا دايما دستورنا زي ما حضرتك ذكرت بشكل في الحقيقة رائع جدا الدستور حط لنا ضوابط حط لنا في النادي الأهلي ضوابط حتى للمدير التنفيذي نفسه حط له ضوابط قال أن المجلس الإدارة عندما يختار مدير تنفيذي يختاره لمدة لا تتجاوز مدة المجلس وإذا رغب المجلس التالي في رؤية تخالف ذلك سوف يكون قرار مجلس الإدارة ففي الحقيقة خلينا نقول حاجة أن نتكلم عن المرحلة الحالية وأعتقد أن دي سلطة مجلس الإدارة اللي سوف تختاره الجمعية العمومية إن شاء الله لكن خلينا نقول أن التطبيق الحالي في الحقيقة يمكن عندنا لحد النهاردة 9000 عضو من المساددين للاشتراكات استخدموا التطبيق في سداد الاشتراكات بتاعتهم من خلال لأنه زي ما حضرك عارف أعضاءنا مش بس موجودين في مصر ويمكن ده شيء إحنا بنفتخر به يمكن حضرتك شفته في النظام الأساسي وإحنا بنختار النظام الأساسي أنا على فكرة جيت من المملكة العربية السعودية وكان معايا نص الطيارة جايين عشان الأستاذ عبدالوهاب توفيق الزملاء الموجودين كلهم كانوا جايين ناس جايين من الولايات المتحدة الأمريكية عشان يحرصوا وده بيبين لك عظمة أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي اللي احنا في الحقيقة بنفتخر بها وعظمة جمهور النادي الأهلي اللي هو دايما داعم ومساند وواعي بكل قضايا النادي الأهلي ونتمنى التوفيق إن شاء الله لجمعيتنا العمومية القادمة بإذن الله هو ده الأهلي وهو ده وعي جمعيته العمومية وهو ده الأهلي ينتخب دكتور سعد كنسوعداء بي جدا نهاردة شكرا جزيلا عبدالو سبري ودائما نلتقى على خير شكرا جزيلا لحضراتكم على طيب المتابعة وغدا يتجدد الموعد الأهلي ينتخب وبداية حضور السادة الأعضاء المرشحين تباعا للظهور عبر شاشة الأهلي في فرص متساوية يمنحها الأهلي لكل السادة المرشحين ألف شكرا على طيب المتابعة وتصبحوا على خير شكرا